حرق 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 حرق. قبل ما تخش المقطع اذا ما ختمت لعبة Red Dead Redemption 2 وقف المقطع الحين وهجي من المقطع وقفل اليوتيوب ولا تقرأ التعليقات لانه في حرق لتختيم لعبة Red Dead Redemption 2. فيلا نخش في المقطع. اذا ما ختمتها هجي ها روح روح تخارج. اذا ما تقول لي حركتها ما حركتها عطيتك سبويلر من البداية. هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكفها لكم طيبين بخير مبسوطين رينا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح وريكم طريقة كيف تروحون للمكسيك وتستكشفون المكسيك شبر شبر. بعضهم يسموها المكسيك بعضهم يسموها الصحراء او المنطقة الصحراوية المهم راح وريكم طريقة توديكم للمنطقة الصحراوية او المهيكانو المكسيك. طبعا هذا المكان اعطيكم نبذة بسيطة عنه هذا عبارة يعني زي المكان المقفل او المكان المخفي من لعبة Red Dead Redemption او من Rockstar نفسها. يعني شفتوا خريطة Red Dead Redemption 2 هذا جزء منها لكن Rockstar مخفيت هذا الجزء لحد الان. طيب اول شي لازم تكون فاك المدن الموجودة بعد منطقة Blackwater. وتحديدا لازم تكون مستكشف اوفاك مدينة البلاك اوستن. مدينة البلاك اوستن فيها بحر او بحيرة اسمها اللي هو كورونادو. هذه البحيرة كل اللي عليك انك تتوجه لها بعد ما تتوجه لها راح يكون شكلها بهذا الشكل. راح تقطع هذا البحر حتى توصل للجهة الثانية من الخريطة او الماء. طبعا حاول بقدر الامكان انك تاخذ لك ادوية للحصان سواء كانت ادوية الاستامنا او ادوية الطاقة او الهيلث. وتكون اللي عندك اللي هو الهورس ريفايفر او منقذ الحصان بعد ما يموت. يعني خذ لك مجموعة من الادوية عشان لا يموت عليك الحصان وتنغدر في وسط المكسيكا يغدروبك غدر. المهم يعني ظبط وضعك قبل ما تقطع البحر زي ما تشوفون في القيم بلاي. طبعا الان راح تتوجه لهذا المكان زي ما تشوفون في القيم بلاي. حاول بقدر الامكان انك تمشي زي ما انا امشي عشان نوصل للمكسيك سويا. طبعا راح يدخلك يعني زي الطريق كذا البسيط كل عليك انك تمشي لحد ما توصل لهذه النهاية. عند هذه النهاية راح نبدأ بتطبيق القلتش. القلتش بكل بساطة انك راح تجي عند هذه النهاية او هذه الحجرات الموجودة هنا. راح تجري بعدها راح تفغط مربع. يعني تفغط اكس 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 بعدها مربع. يعني تجري 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 بعدها تنط بالحصان طبعا. تجري 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 بعدها راح تنط. ممكن مع الشرح ما تفهم لكن مع الجيم بلاي راح تفهمها مزبوط يعني. راح تحشر نفسك بين الحجرتين بعدها راح تضغط لهو اكس 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 اكس. بعدها راح تضغط مربع عشان تنط. تجري 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 بعدها راح تنط. طبعا مو من اول مرة راح تزبط معاك. لازم تاخذ مجموعة من المحاولات. لكن ثق تماما انه في النهاية راح تزبط معاك ترى. يعني زي ما تشوفون في الجيم بلاي هنا انا ضبطت معايا لكن في الاخير طحت. فاضطريت اني ارجع مرة ثانية اجيب الحصان. واعيز المحاولة مرة اخرى. تركب الحصان تحشر نفسك بين الحجرتين. اه اكس 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 بعدها مربع تجري 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 بعدها راح تنط. طبعا انا بعد عدة محاولات اخيرا زبطت معايا. طلعت فوق المكسيك او فوق هذه الحجرة اول ما طلعت انا الحصاني ضغطت مثلث عشان اطلع من الحصان. وغالبا انت بمجرد ما تطلع فوق المكسيك حصانك يطردك وينزلك من فوقه. راح تلاحظ انه شخصيتك طايح في الارض ويتزحلق ومديرش. اذا حصلت شخصيتك يتزحلق ويطيح اضغط لو اكس 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 ومربع. اكس 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 امربع اذا ضبطت معاك راح تحصل انه شخصيتك تزحلك زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا لا تنسى تصفر لحصانك عشان يجيك وتبدأ تستكشف المكسيك المجنونة طيب ايش هرجت المكسيك واش نتوقع من روكستار انها تضيف لنا في المكسيك او ايش هرجت المكسيك بكل بساطة طبعا المكسيك كانت جزء كبير جدا من لعبة ردد ردمشن الجزء الاول وكانت فيه مجموعة من المهمات الاساسية والمهمة جدا كانت تقام في المكسيك وعدة مهمات جانبية ايضا في المكسيك يعني كانت المكسيك جزء كبير جدا من الجزء الاول لردد فالكثير من محبين شركة روكستار او محبين لعبة ردد توقعوا انه المكسيك راح تكون مدينة مفتوحة بشكل كامل وتقدر تسوي لها اكسس ويعني تقدر تستكشفها بمعنى اكثر لكن لما نزلت ردد ردمشن تسو ما كانت المدينة موجودة ابدا لكن مع هذا القليتش اكتشفنا انه منطقة المكسيك موجودة لكن ما تقدر تسوي لها اكسس او ما تقدر تتفاعل معها في اي حاجة حتى ايضا مهمات تختيم في لعبة ردد ردمشن تسو ما في اي مهمة في المكسيك طبعا لو تلاحظ في الجرافيكس لمنطقة المكسيك او رسم منطقة المكسيك راح تلاحظ انه بنسبة كبيرة جدا الرسومات والجرافيكس يعني مقارب لجرافيكس الرسومات في لعبة ردد ردمشن تسو او ما بامريكا في لعبة ردد ردمشن تسو يعني الرسمات الاساسية او البيسيكس كلها متقنة نوعا ما فسؤالي هل مستقبلا راح نشوف روكستار تضيف المكسيك للعبة ردد ردمشن تسو سواء كان للوفلاين او الاونلاين سؤال جدا مهم تتوقعون يضيفونها ولا لا شاركونا في التعليقات اراءكم يا اصحابي طيب انا راح اعطيك سببين وجهين يخلوك تفكر انه والله ترى ممكن روكستار تضيف لنا شيء في المكسيك الشيء الاول انه الجرافيكس ترى عالي الجرافيكس جدا عالي بالنسبة لمكان ترى برا الماب يعني ترى حنا الحين طلعنا برا الماب وشوفوا قد ايش الجرافيكس عالي جدا وفي له تفاصيل جدا كثيرة والعشو بتحرك مع الهواء فليش روكستار يعني تفصل تفصيل دقيق زي كذا على مكان برا الماب هذا السبب الاول لو تلاحظ اكثر راح تشوف انه سكة الحديد حق القطار لمطقة المكسيك مرتبط بسكة حديد الماب كله اوضح لك اكثر كل اللي نعرف ان القطار يمر بجميع المدن وجميع المناطق في لعبة Red Dead Redemption 2 ولو تلاحظ اكثر وتستكشف اكثر في المكسيك راح تلاحظ انه سكة حديد المكسيك مرتبطة بسكك حديد الماب كله فهذه هي سببين وجهين تخليك تفكر انه والله ترى روكستار ممكن تضيف لنا شيء في المكسيك بالنسبة للاماكن اللي ممكن تحصلها في المكسيك راح يكون اول واحد سجن المكسيك المشهور المعروف في لعبة Red Dead Redemption الجزء الاول والمكان الثاني راح يكون عبارة عن نفق بسيط جدا ممكن تحصلوا في المكسيك طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة وكالعادة حط لايك لأديك هيد يلا السلام عليكم